اشرة مفصلة من الميادين اهلا بكم والى عنوينها الجيش السوري يشرف على معارة عمان في ريف ادلب ويبدأ عملية عسكرية غربية حلب ويحرر مواقع بعد معارك مع المسلحين كتائب حزب الله تؤكد ان الشعب العراقي اخذ خياره باخراج الاحتلال الامريكي والصدر يدعو الى اغلاق القواعد الامريكية البنتاجون يعلن عن 34 مصابا بارتجاج دماغيا من جراء الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد عشرات الضحايا بزلزال شرق تركيا دمار كبير واعمال الانقاذ مستمرة اعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين الارتفاع واصابات بالفيروس في استراليا وماليزيا بدأ الجيش السوري عمليات عسكرية غربية حلب وساعد سيطرة على مركز اكثار البذار وعلى عدد من الابنية على اطراف حي جمعية الزهراء وفق مراسلين وفي ريف ادلب يواصل الجيش السوري تقدمه عبر محور معارة النعمان وذلك بعد تحرير بلدة معارة شمارين للسراتيجية ووفق مراسلنا فان الجيش يتقدم باتجاه مدينة معارة النعمان وقد اصبحت وحداته على مشارف النقطة التركية في مع الرحطات وللمزيد ينضم إلينا من حلب مراسلنا خالد سكيف خالد أهلا بك نسأل بداية عن العملية الجديدة التي أطلقها الجيش السوري في غرب حلب تفاصيل كامل هذه العملية وأيضا من أين بدأت والأهداف من وراءها نعم دينا بالفعل بدأ الجيش السوري منذ ساعات ليلة أمس عملية عسكرية غرب مدينة حلب خاصة وأنها أو هذه المناطق هي مصدر تهديد لمدينة حلب باتبارها أنها تختخذها الجماعة المسلحة ومتمثلة بها هي تحرير الشام وحلفائها كمصدر أو كواقع وعد إطلاق الصواريخ والكذاب على مدينة حلب خلال الأيام الماضية لكن اليوم أو منذ ساعات الصباح الأولى بدأ الجيش باتجاه أطراف حي جميلة الزهراء ولقد قطع خطوط الأمداد المسلحين القادمة من ريف حلب الشمالي وقد سيطر على مبنى أو مركز إكثار البدار على أطراف حي جميلة الزهراء والتي المتاخمة لقرية الليرومون شمال غربي مدينة حلب هذه أو ربما هذه السيطرة وما استمهت إلى أدت سيناريوهات ربما تحتمل منها هي عزل الأريف الشمالي إضافة إلى عزل الفصال المسلحة في ريف الغربي ومن ثم التقدم في عمق الريف الغربي من المبكر الحديث عن التقدم إلى العمق خاصة وأنها ما زالت هي في بدايات المعارك لكن الإطار العام فإنها تساهم على تخفيف على مدينة حلب من القذاف والنيران التي تقوم بها الجماعة المسلحة بحقي الأحياء الغربية من كانت في حي جميلة الزهراء وإن كانت في حلب الجليدة وإن كانت في شارع النيل في الأطفاف الغربية أو القريبة على خطوط النار من الجهة الغربية طيب وأدى من الجهة الغربية نسأل هنا عن المعارك في ريف إدلب وتقدم الجيش هناك أيضاً بهذه العملية وتجريب التوازي مع العملية التي أطلقها الجيش مساء أمس في غرب حلب خالد نعم استأنفى الجيش السوري تقدمه عملية العسكرية في المحور الجنوب الشرق لمدينة أولي ريف إدلب بالتحقيق قام بالتقدم من جهة ورضو الظهور وقد سيطر على أربعة قرى هي معرش مارين وتلخطرة وإضافة إلى أبو جريف وكريسيان هذه المناطق أصبح بالإمكان أن نقول أن الجيش أصبح على مشارف معرضة نعمان أحد أبرز المدن مدن ريف إدلب خاصة وأنها تتخذها هيئة تحرير الشام كمعقل رئيسي وتتخذ أيضاً المدنيين الموجودين فيها كدروة بشرية إلى الآن المعركة بالإمكان أن الجيش استعاد مبادرة من حيث التقدم خاصة وأن كان هناك هجومات للفصال المسلحة هيئة تحرير الشام جبهة النصرة وحلفائها على نقاط الجيش خلال أيام ماضية بالمفقخات وبالأسلحة التقيلة إضافة إلى وصول حسب المعلومات أنها استخدمت هذه الفصائل أسلحة تركية في الهجمات ضد الجيش السوري نعم إذن خالد اسكيف مرسلنا من حلب شكراً جزيلاً لك ونبقى في الشمال السوري حيث تكشف الذكرى السنوية للهجوم التركية على عفرين عن حملته تتريك منظمة فرضتها تركيا والمسلحون المدعمون منها محمد الخضر عاماني مرى على الاحتلال التركي لعفرين في ريف حلب الشمالي الغربي مشروع غصن الزيتون التركي تحول مشروع تغيير ديمغرافي أكثر من ثلاثمائة ألف مدني أجبروا على مغادرة بيوتهم ومزارعهم تهجير قابله إحلال عائلات المسلحين من الغوطة الشرقية وريف حمص مخطط ممنهج بدل من صورة مدينة عفرين وعشرات القرى والبلدات التابعة لها من اللحظة الأولى التي دخلوا فيها وخاصة الآن ظهرت في منطقة رأس العين وفي منطقة الأبيض سارعوا إلى تغيير أسماء المدارس ووضعوا باللغة التركية واللغة العربية والتعليم أيضاً باللغة التركية فهو بخط متسارع جداً ويستفيدون من موضوع الصراعات الأقليمية والدولية لتثبيت أقدامهم على الأرض السورية في المقلب الآخر تترقب عشرات آلاف الأسر العفرينية العودة إلى أراضيها عودة مرهونة باستعادة تلك الجغرافية الممتدة على أكثر من ثلاثة آلاف وثمانمائة كيلو متر مربع وفي ظل أولويات تضعها دمشق لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها اليوم الوجهة هي إدلب وستعود إدلب إلى حضن الوطن شاء من شاء وأبى من أبى هذا قرار الدولة السورية ولا رجعت عنه عفرين ستعود في القريب العاجل بإذن الله وكل أراضي الجمهورية العربية السورية ستعود لأننا لا نميز بين أرهابي وإرهابي آخر بين محتل وبين غازي أدخلت تركيا مناهجها التعليمية إلى عفرين وفتحت فروعا لجامعة غازي عنتاب ومؤسسات دينية تعليمية وبدلت أسماء ساحاتها الرئيسية بأسماء تركية سباق مع الزمن نفذته على الأرض قوى ومجموعات مسلحة مدعومة من تركيا هي الأولويات التي تقدم التحرك نحو جبهة وتؤخر أخرى كما تؤكد دمشق لكن القرار باستعادة كل شبر من الأراضي السورية يعتبر حاسما ولسيما في ظل تعقيد جبهات مشتعلة في إدلب وريف حلب الغربي حاليا حمد الخضر دمشق الميادين وزير الخارجية الروسي سرقيل أفروف قال خلال لقائه المباوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون أن الجيش السوري ساعد السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق الإرهابيون يعيقون دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ويستحوذون عليها عند إدخالها هذه المشكلة تتطلب بحثا خاصا من المجتمعين في جينيف لأنها تشكل قضية إنسانية نحن نرى التحيز والمعايير المزدوجة من قبل الحكومات الغربية عندما لا يرسلون المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إنما يرسلونها إلى المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون من جهته قال المباوث الأممي إلى سوريا إنه سيبحث جميع القضايا مع السلطات السورية لدى وصوله إلى دمشق المشكلة تكمن في أن لدينا أكثر من 50% من سكان سوريا الذين تركوا منازلهم لذا ما نريد تحقيقه هو خلق وضع جيد يمكنهم من العودة ثم الدخول في العملية السياسية ونحن بالطبع نحتاج إلى استقرار الوضع في إدلب أكد الأسير السوري المحرر صدق المقط إنه تابع ما يجري عند سياج الفاصل في الجولان وأنه رصد الاحتلال الإسرائيلي وهو ينقل جرح المسلحين وفي حديث للميادين أوضح المقط أن استخبارات الجيش الإسرائيلي كانت تنقل أفراد الجماعات المسلحة إلى داخل المساوطنات في الجولان المحتل قمت بمتابعة ما يجري على هذا السياج المصطنع الذي يسمونه خط وقف اطلاق النار وفي داخل هذا السياج يوجد بوابات وعبر هذه البوابات يقومون بتقديم الدعم لكل هذه العصابات المجرمة الخائنة داخل سوريا من خلال المتابعة الدقيقة وعبر أشهر وليس وليدة صدفة تمكنت من رصد ما يجري على بوابة في أقصى جنوب الجولان وعبر هذه البوابة كان العدو يقوم بنقل جرحة هذه العصابات إلى الداخل الجولان المحتل ومن ثم إلى مستشفيات العدو وأيضا كان يتم لقاءات هناك يأتي قيادات هذه العصابات الذين يسمون نفسهم ثوار هم في حقيقتهم خوان مأجرون لقد شاهدتهم بملعين كيف يأتون من الداخل السوري وهناك قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حينه لم أعرف لأي سلاح من أسلحة جيش الاحتلال تابع هذه القوة ولكن بعد اعتقالي وتقديمي لما يسمى بالمحكمة هناك ومن خلال الوثاق التي قدمت هذه القوة تتبع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أعلنت كتائب حزب الله أن شعب العراق قال كلمته بصوت مدون وسيواصل ثورته حتى إخراج الأمريكيين من أرض الرفدين الكتائب أكدت أن الشعب العراقي على أتمل السعداد لإخراج المحتلين بالطريقة التي لا يفهمون سواها إذا أصروا على العناد وأشارت إلى أن الثورة المليونية رسالة واضحة ينبغي أن يفهمها العقلاء في الولايات المتحدة من أجل الضغط على إدارتهم لسحب قواتها من العراق بدوره زعيم الطير الصدري مقتد الصدر قال إن العراقيين أثلجوا قلبه ورفعوا رأسه وأغاضوا العدو وفي تغريدة على تويتر أبدى الصدر أسفه وعتبه على من شكك به من منتظاهر ساحة التحرير وباقي المحافظات وقال إنه سيحول من الآن فصاعدا ألا يتدخل بشأن المتظاهرين إلى ذلك أو إلى أن يراعوا مصير العراق وما آل إليه من خطر محدق وكان الطير الصدري قد فكك خيام الاعتصام التابعة له في ساحة التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات الصدر كان دعا في بيان إلى إغلاق كل القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد وطالب بجدولة خروج الكوات الأمريكية من العراق بعدما أعلن عن توقف مؤقت للمقاومة والمعاقبة وأكد أن أمريكا ستعامل أو تعامل كدولة محتلة ما لم تغادر العراق وطالب بغداد بعقد معاهداته عدم اعتداء مع كل دول الجوار الناطق الرسمي باسم السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي أشار إلى أن تلبية جميع العراقيين الدعوة للمشاركة في التظاهرة المليونية تؤكد أنها مطلب وطني وتترجم قرار البلمان بإخراج الكوات الأمريكية من العراق كان هناك تعويل من قبل السفارة الأمريكية وتحدثوا به بشكل صريح مع الكثير من المحللين السياسيين ومن يستضيفونهم في السفارة لمعرفة الرأي العام خصوصا من بداية ثورة تشرين يعني في واحد عشرة ولهذه الفترة وقبلها أيضا كانوا يعونون في بداية ثورة تشرين على أن تحصل حرب أهلية ما بين الأطراف الشيعية يعني حرب الشيعية شيعية الرد في التظاهرة أن كل الأطراف التي كانت بينها خلاف في فترات السابقة اتفقت على أن إخراج المحتل هو مطلب وطني ومطلب وطني ومطلب شرعي وقانوني يجب أن يتحقق على الأرض كيف بدت تظاهرات العراق يوم أمس التفاصيل في هذا التقرير عبدالله بدران محاولة ثانية على طريق ثورة العشرين الثانية في قلب بغدهد تجمع متظاهر مليونية إخراج القوات الأجنبية من العراق ختافاتهم استمرت على مدى تظاهراتهم التي غصت بها شوارع العاصمة العراقية في الجادرية والكرادة شعراتهم ورسائلهم كانت واضحة دعم قرار مجلس النواب العراقي بشأن الوجود العسكري الأجنبي ودعم خيارات الدولة العراقية بذلك الوجود الأمريكي هو غير شرعي في العراق ومن حقنا أن ندافع عن بلدنا وأن نمارس يعني كل الخيارات التي متاحة هي بيدنا الرسالة التي أردنا أن نوصلها وهي واضحة وجلية وقد كنا طالبنا بها منذ يعني فترة ليست بالقليلة وهي إخراج قوات الاحتلال الأمريكي شيوخ عشائر عربية وأنصر قوى الحجد الشعبي وتنسيقيات خلفاء فصائل المقاومة وأبناء قوميات عراقية متعددة من محافظات عديدة وبهويات عدة وحتى بلغات متعددة حملوا علما واحدا هو علم الدولة الرسمية تؤازره بيارق العشائر العراقية موقف شعبي يتأكد برفض وجود هذه القوات اليوم طالعين نحن ضد الاستكبار الأمريكي ضد القطرس الأمريكية والهيمنة على الشرق الأوسط وبالخصوص على العراق دم الشهداء وحد العراقيين فلتعرف أمريكا وأذناب أمريكا أن العراق واحد ومصر ومصر إلى طرد الأمريكا خارج الحدود العراقية هي الفرصة الأولى لما أريد اعتباره استفتاء شعبي مليونيا في قرار إخراج القوات الأجنبية عبر خيارات الدولة الرسمية وبعدها فإن الخيارات مفتوحة كما يقول هؤلاء أنهى العراقيون ما أرادوه ثورة العشرين الثانية برسائلها القديمة الجديدة لا مكان لمن اعتدى على الأرض العراقية وعلى السيادة العراقية وعلى العراقيين عبدالله بدران بغداد الميادين مسؤول الدائرات السياسية في الجمهة الشعبية لتحرير فلسطيل ماهر الطاهر وصف تظاهرة الضخمة في العراق بالتاريخية والمفصلية في الوطن العربي هناك من يقول لا ولا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية ويتحدى الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن هناك صمود أسطوري للشعب اليمني. وتحدي للمخططات الأمريكية في اليمن. في سوريا هناك صمود أسطوري للشعب السوري. وتحدي للإدارة الأمريكية والمشروع الصهيوني في المنطقة. في لبنان هناك لا كبيرة للوجود الأمريكي في المنطقة. وتحدي كبير للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. في العراق اليوم نشاهد مليون إنسان يخرجون إلى الشوارع. يقولون للولايات المتحدة أخرجوا من العراق. وبالتالي من قال أن العرب يخشون من الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك عرب ومحور رجعي عربي. مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن أيضا هذا المحور الرجعي العربي يتراجع بشكل حقيقي. ويحقق فشل في العديد من المواقع والأماكن. أعلن البنتاجون على لسان المتحدث باسمه أن عدد المصابين من جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق. أربعة وثلاثون مصابا بارتجاج دماغي في إفادته بآخر تحديث الحصيلة. وأشار إلى تحديثات مستقبلية لأعداد الجرحة من أجل الدقة وتقديم المعلومة الأفضل للأمريكيين على حد تعبيره. إليكم التحديث لأعداد الجنود الجرحة. تم تشخيص أربعة وثلاثين بارتجاج في المخ. ثمانية سبق نقلهم إلى ألمانيا وتم تحويلهم إلى الولايات المتحدة. حيث سيواصلون تلقي العلاج إما في مستشفى والتر ريد العسكري أو في مساكنهم. وقد وصلوا هذا الصباح. تسعة آخرون ما زالوا في ألمانيا للتقييم وتلقي العلاج. جندي آخر تم نقله إلى الكويت حيث تلقى العلاج. وعاد إلى الخدمة في العراق. ستة عشر آخرون ظلوا في العراق. وعادوا إلى الخدمة بعد تعافيهم. جريحة ثلاثة وعشرون فلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال على مسيرة في بيت حنينة في القدس المحتلة. وقد خرجت مسيرات في البلدة ليلا لمطالبة قوات الاحتلال بالتدخل الجدي. لكشف مصير الطفل قسي أبو إرميلة البالغ من العمر ثماني سنوات. والذي اختفت آثاره في بيت حنينة عصر أمس. وقد عثر على الطفل صباح اليوم في عبارة مياه متوفية. وللمزيد ينضم إلينا من بيت لحمدير مكتب المايدين في فلسطين المحتلة نصر لحم. نصر لو أطلعتنا على مزيد من التفاصيل. حيثيات كافية العثور على الطفل. وهل من ملابسات يعني هل من إشارات إلى أن هناك ملابسات حول ظروف وفاة هذا الطفل؟ طبعاً خير دينا. مرت ليلة قاسية على الفلسطينيين كلهم وعلى سكان العصمة المحتلة المقدسيين بالذات. 17 ساعة على اختفاء الطفل قصية أبو إرميلة سبع سنوات. أثبتت أولاً بأنه لا يوجد أي ثقة بشرطة الاحتلال. ثانياً أن شرطة الاحتلال التي تتعامل مع السكان الفلسطينيين كما تتعامل مع اليهود. رغم التظاهرات ورغم خروج كل السكان الخدس للبحث عن الطفل قصية برميلة في حي بيت حنينة. إلا أن شرطة الاحتلال استدعت المستعربين واستدعت النخبة والكوماندوس لقمع السكان الذين ذهبوا للبحث في الكهوط وفي الجبال. وأيضاً يضاف إلى ذلك رواية الشرطة الإسرائيلية استمت رفض الكشف عن كاميرات المراقبة التي تراكب كل شارع في فلسطين أدى إلى إطالة عملية البحث. الفاجعة كانت بعد 17 ساعة صباح اليوم حين عصر عليه متجمداً في بئر للمياه كما نلاحظ. طبعاً هذا أدى إلى مزيدنا الإحباط وانكسار الثقة بين السكان الفلسطينيين وبين شرطة الاحتلال خصوصاً أن هناك تجربة سارقة لاختفاء الطفل محمد مخدير قبل ست سنوات وتضح أن المستوطنين قاموا بإحراقه حياً هذا أدى إلى تعامل الفلسطينيين بكل جدية مع اختفاء الطفل تاجع على أسرته وعلى سكان بيت حنينة لكن الفلسطينيين تعلموا من التجربة أنهم لا يعتمدون أرداً إلا على أنفسهم ولا تكون برواية الاحتلال ولا شرطة الاحتلال ومزيدنا الفرقة والابتعاد بين الطرفين حتى الساعة الأوضاع في بيت حنينة بقربنا القدس المحتل وأيضاً تفاعلات هذه القضية ناصر بيت حزينة من الأحياء الراقية في القدس تاريخياً وعائلاتها معروفة معروفة النسب ومعروفة الانتماء للحركة الوطنية أوضع حزينة محافظة القدس عدنان غيث مسؤول فتح الدكتور أحمد الطيبي وكل القيادات توجهت إلى منزل الطفل قصية برميلة تضامناً مع أسرة أهالي القدس كلهم أثبتوا بأنهم مستعدون أن يوصلوا الليل بالنهار من أجل حماية أي طفل التجربة دينا أثبتت أن الفلسطينيين الذين لم يحصلوا لا على حماية دولية ولا من شرطة الاحتلال وضطرون أن يفكروا بحماية أنفسهم من خلال لجان شعبي ما شادناه يوم أمس رغم أن النتيجة كارثية إلا أنها أثبتت أن الفلسطينيين الآن فصعد يعتمدون على أنفسهم سواء في العاصمة المحتلة أو كل قرية ومدينة كم يحمون أنفسهم بأنفسهم إذا ناصر الحامد المكتب المعيدين في فلسطين المحتلة شكراً جزيلاً لك حذرت لجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة من ارتفاع معدلات عدام الأمن الغذائي في القطاع والتي تجاوزت سبعين في المئة لأسباب مختلفة يرصدها الزميل أحمد غاني وسط ظروف إنسانية صعبة تعيش هذه العائلة في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة فالعائلة تعتمد بنحو أساسي على المساعدات الغذائية المتقطعة التي يقول رب العائلة إنها لا تكفي لسد حاجة أطفاله وما يفاقم وضعها عدم وجود مصدر دخل آخر ينتشلها من واقع الفقر لا في شغلاء ولا في عملة أسلم الكبورنا والله ما بتقضي مرات بسير إيش أجيب بنهان ومنهان عشان أسطرح الولاد لما بجو الولد بطلب مني ما صروف والله ما بيأخذه اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة قالت إن سبعين في المئة من أسر القطاع تعاني عدم الأمن الغذائي بسبب الحصار والعدوان الإسرائيليين الذين تسببا في إغلاق خمسمائة مصنع وانضمام قرابة ثلاثمائة ألف عامل إلى صفوف العاطلين من العمل وهو ما رفع نسبة الفقري لا أكثر من ستين في المئة مطلوب اليوم المجتمع الدولي يمارس ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع الحصار من ناحية وأيضا إغاثة غزة من خلال مشروعات إنسانية وتشغيلية حتى تنتهي هذه الأزمة تراجع الدعم الأمريكي للأونروا فاقم أيضا من أزمة عدم الأمن الغذائي في غزة على نحو كبير الإدارة الأمريكية قطعت تلاثمائة وستين مليون دولار من مساعداتها لا زال هذا القرار سيري المفعول هناك مليون ومائة ألف لاجئة يطلقون من مساعدات غذائية منتظمة تأثروا من جراء هذا القرار منهم سبعمائة ألف يعانون من الفقر المضقع ارتفاع معدلات عدم الأمن الغذائي يقلل من قدرة الجهات الرسمية على إيجاد حلول جذرية للأزمة من دون إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة بشكل كامل بما يعيد إنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة ويضمن استمرار الدعم الدولي للأونروا فإن مؤشرات عدم الأمن الغذائي قد ترتفع إلى مستويات خطرة قد تنذر بكارثة إنسانية محققة قد تواجه الفلسطينيين هنا أحمد أنم غزة الميادين نظمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وقفة احتجاجية للمنطالبة بإلغاء الاتفاقية ومحاكمة كل المسؤولين عنها تقرير لانا شاهن مطالب قديمة جديدة حملها كل رافض لاتفاقية الغاز مع إسرائيل والوجهة هذه المرة شركة الكهرباء الأردنية الوطنية التي اتهمت بالخيانة لكونها الجهة الموقعة على الاتفاقية جئنا هنا لندين جميع من وقعوا هذه الاتفاقية ندين شركة الكهرباء الوطنية المجرمة ووزارة الطاقة التابعتين للحكومة الأردنية التي وقعت هذه الاتفاقية والتي استمرت بالمضي قدما فيها بعد بدء الضخط بدء الضخط لا يعني أننا سنتوقف عن مطالبنا بمحاكمة ومحاسبة ومساءلة كل المسؤولين عنها والتطبيع فيها اتفاقية الغازي أكبر تهديداً أمنياً وستراتيجياً واقتصادياً للأردني يقول المحتجون ويؤكدون رفضهم التطبيع الإجبارية مع إسرائيل الشعب رافض التطبيع بالتالي نحن رفضها مجلس النواب بقراره الأخير مطلوب منه خطوة أكثر من هيك لا يكفي فقط الإحالي المشروع للحكومة لاجم صفة الاستعجال ولازم أيضاً بأثر رجعي وهكذا إذا هذا تبق ونفذ ممكن أن تلغى الاتفاقية ممكن إلغاء الاتفاقية باستمرار الرفض الشعبي إلها وعلى الحكومة أن تتجاوب مع حس الشارع الشعبي لا للتطبيع الرسمي ولا للتطبيع الشعبي مع العدو الصهيوني وكان لنا صولات وجولات في النضاء الشعبي ضد التطبيع من أساسه من تصريحات الحكومة خطوات تصعيدية على أجندة المحتجين من أجل الضغط على مجلس النواب والحكومة لإلغاء اتفاقية الغاز إسقاط الحكومة الحالية ومحاكمة الحكومات السابقة التي أبرمت اتفاقية الغاز والإيقاف الفوري لتدفقه مطالب المحتجين الذين يرون أن إحالة مجلس النواب لمقترح مشروع قانون يقضي بإلغاء استيراد الغاز هو مجرد شراء للوقت لان شهين عمان أعلم يا دين فصل قصير ونوصل بعده النشر أهلا بكم الجديد ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا إلى عشرين حالة وفاة والمصابين إلى ألف وخمسة عشر شخصا ووفق ما أعلنت إدارة الكواريخ وطوارئ التركية وزير البيئة التركية أفاد بنهيار ثلاثين مبنى وبلوغ عدد الهزات الارتدادية خمسا وثلاثين شعر بها سكان الدول المجاورة واصل سمرار عمليات الإنقاذ الزلزال والذي نهزت قوته سبع درجات على مقياس رختر وقع في منطقة سيفريتش في محافظة إلزيق شرق البلاد وينضم إلينا للمزيد من إسطنبول مرسلنا محمود دواثق محمود حتى الساعة الضحايا والإصابات وأيضا الأضرار جراء هذا الزلزال نعم دينا يبدو أن الأضرار كبيرة جدا في المدينتين ملاطيا وإلزاق في شرق تركيا هتين المدينتين اللذين ضربهما الزلزال الشديد الذي وقع مساء يوم أمس بلغت درجته ستة فاصل ثمانية حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية الضحايا حتى الآن واحد وعشرين قتيل وأكثر من ألف الجريح تم نقلهم إلى المستشفيات الحكومية القريبة في مناطق في شرق تركيا حسب إدارة الكوارث التركية أعمال الإنقاذ ستستمر حتى مساء اليوم لإنقاذ العالقين ربما تحت المباني البنهارة في مدينة ملاطيا وإلزاق التركية هناك خمس مباني انهارت تماما في إلزاق وخمسة وعشرين مبنى انهار أيضا في مدينة ملاطيا فرق الإنقاذ ستواصل إلى هتين المنطقتين لإنقاذ العالقين ربما تحت المباني حفيلة الضحايا ربما ترتفع حسب السلطات التركية هناك معلومات عن وجود عالقين ربما تحت هذه المباني التي انهارت قبل ربع ساعة تقريبا تم إنقاذ سيدة من تحت أحد المباني المنهارة بعد أربعة عشر ساعة من وقوع الزلزال كانت هناك هذات ارتدادية أيضا في نفس المنطقة أكثر من خمسة وثلاثين هذة ارتدادية تم تسجيلها في هتين المنطقتين هناك توجيه الدعوة للسكان وأهالي هذه المناطق بعدم البقاء في البيوت والتوجه إلى الساحات المفتوحة إلى صلاة الرياضة إلى المدارس الحكومية هناك محاولات كثيرة تجري الآن لمساعدة المنقوبين والمتضررين من هذه الهذة القوية التي شعر بها أكثر المدن الواقعة في شرق تركيا إذن حتى الآن السلطات التركية تتحدث من أن أعمليات الإنقاذ ستستمر في أكثر من نقطة في المحافظتين في ملاتيا وإلى ذا حتى مساء اليوم للتأكد من عدم وجود علقين تحت المباني التي انهارت وبالمناسبة معظم المباني التي انهارت في هاتين المنطقتين هي مباني قديمة هناك مباني أخرى عشرات المباني أيضا تضررت في محافظة إيلازا ومحافظة ملاتيا التركية إذن هناك حالة من الخوف والهلع بين الأهالي والسكان من هذات ارتدادية ربما لكن السلطات التركية تقول بأن كل التدابير تم اتخاذها من قبل السلطات لمساعدة المتضررين والمجبوبين من هذه الهذة القوية التي ضربت شرق التركيا نعم إذن المحمود واثق مرسلنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك إلى تونس حيث قال رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ إنه سيعمل على تأليف حكومة سياسية مصغرة ومنسجمة تجمع الأحزاب التي تفاعلت ودعمت مبادئ رئيس الجمهورية واستبعد حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر من الحزام السياسي الذي سيدعم هذه الحكومة سميح البغانمي والتفاصيل تأليف حكومة سياسية مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها الخمسة والعشرين شخصا تكون منفاتحات على كفاءات عالية وعلى الشباب والمرأة وتستوعب دقة المرحلة وعلى رأس أولوياتها الانتقال الاقتصادي والاجتماعي هي أبرز ملامح الحكومة المقبلة وفق ما أعلنه رئيسها المكلف إلياس الفخفخ الذي أوضح أيضا أنه سيعمل على بناء حزام سياسي قوي من الأطراف التي التقت على التصويت للقيام التي جسدها الرئيس قيس صعيد في الدور الثاني للرئاسية نحب اعتلاف منسجم وصادق وفاهم تحديات المرحلة وولوياتها باش يدعم الحكومة ويساندها في البرلمان وفي قواعده الشعبية باش نتعدى مرحلة الاستقرار ومرحلة الإصلاحات ومرحلة تغيير إقصاء الفخفخ حزبي قلب تونس والدستورية الحر من الحزام السياسي لحكومته يؤكد توجهه نحو ما يسمى بحكومة النفس الثوري إقصاء الحزبين الذي رحب به البعض دفع المراقبين للتحذير من تبعاته رهان على أنصار التغيير والإصلاح أن يعملوا مع بعض وبدعم الرئيس الجمهوري وبتوافق مع الأغلبية البرلمانية لكن فيه مخاطر لأن الأطراف التي تدعم مقلب تونس والحزب الدستوري هي أطراف لديها كذلك نفوذ مالي ولديها امتداد شعبي وامتداد دولي وكان الفخفاخ قد قرر اعتماد ثلاث مراحل لتكوين حكومته المرحلة الأولى خصصها لتشكيل الحزام السياسي والمرحلة الثانية ستخصص لبرنامج الحكومة أما الثالثة فسيتم خلالها التطرق إلى تركيبة الحكومة وتوزيع حقائبها يبدو أن الملامح الكبرى لحكومة الفخفاخ ومكونات حزامه السياسي باتت واضحة بانتظار توضيح برنامجه الحكومي ومدى قدرته على كسب المزيد من الدعم الحزبي سميحة البغانمي تونس الميادين أعلنت الصين أن 41 شخص توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد فيما أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم صحيفة دايميل البريطانية نشرت فيديو وصفته بالمرعب لجثث ضحايا الفيروس في الصين وفرضت السلطات إجراءات على مستوى البلاد الكشفية عن حالات الإصابة المشتبهة بهذا الفيروس وعلى القطارات والطائرات والحافلات مستوى البلاد ومع الإعلان عن إصابة ثالثة بالفيروس في فرنسا تأكدت أستراليا تسجيل أول إصابة على أراضيها بهذا الفيروس وأشارت إلى أن الشخص المصاب وهو رجل مسن وصل إلى ميلبورن قبل أسبوع آتيا من مدينة وهان الصينية هذا وأعلن وزير الصحة الماليزي اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا وهي الأولى في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا وفيما تتواصل محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي أظهرت استطلاعات الرأي أن 51% من الأمريكيين يؤيدون عزل الرئيس الأمريكي مقابل 46 ممن يدعمون بقاءه في البيت الأبيض محمد كاري بقوة يواصل فريق الإدعاء على الحزب الديمقراطي توجيه الاتهامات وعرض ما يتوفر لديه من أذلة في محاكمة ترامب البرلمانية والتي تطالب بعزل الرئيس من منصبه فيما يستعد فريق الدفاع للرد وتفنيد الحجج التي قدمها الديمقراطيون التهمة الأولى هي إساءة الرئيس استخدام سلطة عبر الطلب إلى دولة أجنبية التدخل في انتخاباتنا لمصلحته الشخصية هو أقدم على حجم المساعدات التي خصصها الكونغرس لأوكرانيا وألغى اجتماعا طال انتظاره مع الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض سلوك الرئيس خاطئ وغير قانوني وخطير ويجسد أسوأ مخاوف وضع دستوري الأمريكي الانقسام الحزبي الحاد في مجلس الشيوخ عكسته استطلاعات الرأي الأخيرة والتي أشارت إلى أن 51% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب مقابل 46% يرون ضرورة بقائه في البيت الأبيض لا يعزل رئيس يدعمه ما يقرب من نصف الأمريكيين صحيح أن بعض العنوين تقول أن الغالبية ترغب في رحيله لكن هناك من لا يريد ذلك كما أنهما من تفويد للجمهوريين بعزله من منصبه إحدى المسائل الجوهرية في السجال بين الطرفين الجمهوري والديمقراطي تركزت حول استدعاء الشهود حيث استرد الحزب الديمقراطي في دعوته إلى استطلاعات الرأي التي بيّلت رغبة أكثر من 70% من الأمريكيين برؤية شهود جدد في المحاكمة والجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي رفض إجراء مقايضة في مسألة الشهود تؤدي إلى استدعاء نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله لا يبدو أن مجريات المحاكمة حتى الآن قد أحدثت تغييرا جوهريا في موقف الرأي العام الأمريكي من عزل ترامب إذ يلاحظ أن الاستطلاعات قبل المحاكمة لا تختلف كثيرا عن تلك التي تواكبها محمد كريم واشنطن الميادين أعلنت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيس أنها سترشح نفسها في الانتخابات المقبلة والتي ستجرى كإعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر 21 ماضي والتي أسفرت عن فوز الزعيم إيفو موراليس وقد تولت أن يسر رئاسة بعد انقلاب عسكري ضد الزعيم موراليس وسمى الأخير مرشحه للرئاسة في بوليفيا على أن يتوجه قريبا من الأرجنتين إلى لباز لبدء حملته الانتخابية وقع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي في 29 من الشهر الحالي على هذه الاتفاقية وذلك تمهيدا لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير كانون الثاني مسسرور وتفاصيل الملكة إليزابيثة الثانية توافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي خروج سينهي عضويتها في الناد الأوروبي لكنه سيبقيها خاضعة للقوانين الأوروبية للمرحلة الانتقالية حتى نهاية العام 2020 فترة يتخوف منها أصحاب الشركات والمؤسسات البريطانية بسبب السقف الزمني المحدد لإنجاز صفقة تجارية مع بروكسل ما يطرح السيناريو المرعبة وهو الجنوح نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق التقيت خلال منتدى دافوس الكثير من رؤساء الشركات والمستثمرين الدوليين وسمعت منهم مرارا وتكرارا أنهم يثقون ببريطانيا البلاد ستعود من جديد وأنا سعيد بذلك تشاؤمية هي تلك الدراسات التي تحدثت عن الخسائر الاقتصادية من جراء طلاق لندن من التكتل الأوروبي لعل أبرزها التي أشار إليها المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية حيث توقع أن يتضاءل الاقتصاد البريطاني بنحو 90 مليار دولار حال إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعتقد أن السيناريو صفقة الخروج من دون اتفاق أداة يستخدم بوريس جونسون للتفاوض مع الأوروبيين لكنه في الحقيقة لا يريده لأنه يعلم عواقبه الكارثية على اقتصاد بريطانيا جونسون سيفاوض بروكسل لكنه في نهاية المطاف سيقدم مقترحا لاتفاق تجاري معها البنك المركزي البريطاني كان أولى المتخوفين من سيناريو الانسحاب من دون اتفاق وقد أكد مرارا أن اقتصاد البلاد قد يتعرض لانكماش مشابه لما حدث له عقب الحرب العالمية الثانية وأنه لن يتجاوز أثار هذا الخيار إلا بعد سنوات تتسم الأجواء الاقتصادية البريطانية بالضبابية وعدم اليقين لما ستقول له البلاد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وسط توقعات بأن تتشدد بروكسل في مفاوضاتها التجارية مع لندن خشية أن تحذوى دول أوروبية أخرى حذوى المملكة المتحدة مستسر لندن الميادي لأن اختلفت الفترات التاريخية والقصص التي تعالجها إلا أن أفلام مهرجان أفلام المقاومة والتحرير في العاصمة التونسية تشترك بحسب النقاض والمتابعين في وحدة الهدف وهو مقاومة الاحتلال والغطرسة مراد الدلانسي مطر حمص ودمشق حلب ورحلة الشام ودم النخل والسر المدفون وثلاثة وثلاثون يوم إضافة إلى مجموعة من الأفلام التونسية التي تؤرخ لمقاومة الاستعمار الفرنسي في تونس كلها أفلام تمكن الجمهور التونسي من التعرف عليها خلال أيام المهرجة لم تقف اللغة حاجزا بين المشاهد التونسي والعربي وبين سينما المقاومة الإيرانية الممثلة في مهرجان أفلام المقاومة والتحرير بفيلم رحلة الشام عمل لم تشد جودة الصورة والإخراج وحدهما المشاهدين السينما الإيرانية كما وكيف تعتبر من بين الدول الست الكبرى في العالم مهرجان أفلام المقاومة الذي ينظم سنويا في إيران يعد أقدم تظاهرة حول سينما المقاومة في العالم يعود تأسيسه إلى ثلاثين سنة مضى على امتداد خمسة أيام متواصلة تمكن الجمهور التونسي وضيوفه من متابعة أكثر من ستة أفلام من سوريا وإيران ولبنان أفلام تصور لحظات إنسانية وعاطفية ووطنية القاسم المشترك بينها مقاومة الإرهاب والاحتلال الإسرائيلي تونس من جهتها قدمت طرحا خاصا لشكل آخر للمقاومة فمعظم الأفلام التونسية والجزائرية ركزت على مقاومة الاحتلال الفرنسي الفيلم هدايا يعود الفترة زمنية مهمة في تونس على الفلاقة هما مجموعة من المقاومين التونسيين لهم رفعوا سلاح ضد المستعمل الفرنسي وقاموا لمدة زمنية طويلة اختلفت الأعمال السينمائية المعروضة في عنوينها وقضاياها المطروحة غير أنها أجمعت على وحدة الرسالة في التصدي لعقلية الهيمنة والاستكبار والنضار من أجل تحرير الأرض مراد الدلنسي تونس الميادين اكتشافات مثيرة على مقربة من مدينة فايدا التي تتبع محافظة دهوك في كردسانة طميط لثامة عن حقبة مهمة من القرن الثامن قبل الميلاد التفاصيل في التقرير التالي عشرة ألواح صخرية جديدة نحيتت على قناة ري كبيرة تعود إلى عصر سرجون الثاني ملك أشور في الربع الأول من القرن الثامن قبل الميلاد هذه هي نتائج مشروع فايدا الأثاري الكردي الإيطالي في منطقة دهوك في كردستان شمال العراق الاكتشاف بحسب الخبراء غير عادي ويوازي بقيمته الاكتشافات الأشورية في الحقبات الماضية تصور النقوش على اللوحات مجموعة من التمثيل لسبعة من الآلهة الأشورية الرئيسية التي تقف على شكل حيوانات متهالكة في وجود الملك الذي يصور مرتين على كلا الجانبين الأيسر والأيمن من كل لوحة ومن المتوقع بحسب الخبراء أن تظهر أعمال التنقيب في المستقبل لوحات أخرى لا تزال مدفونة أسفل القناة المكتشفة ما يلقي على عاتق بعثات التنقيب مهمات جديدة ولسيما أن هناك مخاوف من تعرض المنطقة لأعمال تخريب حيث تظهر أثار تلف بسبب محاولات سرقة جرت قبل فترة المشروع الإيطالي الكردي المشترك يمثل عمليات إنقاذ ولا يهدف فقط إلى تسليط الضوء على هذه النقوش الآشورية المهمة للغاية أو إلى دراستها ولكن أيضا لتسجيلها باستخدام تقنيات جديدة وقبل كل شيء لحماية هذا الموقع الأثري الفريد والاستثنائي والآن إلى العنوي الجيش السوري يشرف على معارض النعمان في ريف إدلب ويبدأ عملية عسكرية غربية حلب ويحرر مواقع بعد معارك مع المسلحين كتاب حزب الله تؤكد أن الشعب العراقي أخذ خياره بإخراج الاحتلال الأمريكي والصدر يدعو إلى إغلاق القواعد الأمريكية البنتاجون يعلن عن 34 مصابا بارتجاج دماغي من جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد عشرات الضحايا بزلزال شرق تركيا دمار كبير وأعمال الإنقاذ مستمرة أعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى ارتفاع وإصابات بالفيروس في أستراليا وماليزيا للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت والميادين الإسبانية المتابعين بالغة الإسبانية إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى